موسيقى واشنطن تؤكد أن رسالة حاملة طائرات إلى مياه الخليج يأتي بعد رصد نشاط إيراني يشير إلى تصعيد محتمل تأثير البشرية على الطبيعة والتغير المناخي يهددان مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض مايكل كوين المحامي الشخصي السابق لرئيس ترامب يبدأ فترة سجن ثلاث ثانوات بعد إدانته بانتهاك القانون الانتخابي والتهرب الضريبي منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ثامن مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة أشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم تهديد جاد من قوات النظام الإيراني كان وراء القرار بإرسال حاملة الطائرات يو اس اس أبرام لينكن ومجموعتها الهجومية إلى مياه الخليج وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها وافقت على تسريع إرسال المجموعة ذلك بعد رصد أنشطة إيرانية تشير إلى تصعيد محتمل وفي حين لم يكشف البنتاجون عن طبيعة التهديدات أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإدارة الأمريكية تتخذ كل الإجراءات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية توفير مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليا كشفت الولايات المتحدة أن قرارها بإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط جاء بعد رصد أنشطة إيرانية تشير إلى تصعيد محتمل وقالت أن تحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية يو اس اس لينكون هو لمواجهة تهديد جاد من قوات النظام الإيراني موقف متدرج للإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو من فنلندا عقب لقائه بنظره الروسي سيرجي لافروف بومبيو شدد أن واشنطن تتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتها على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليا تحدثت قبل ساعات عن مخاوفنا إزاء إيران ونحن ما زلنا نشهد تحركات تجعلنا نعتقد أن هناك تصعيدا يحدث ولذا فإننا نتخذ كافة الإجراءات المناسبة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حالة حدوث شيء ما موقف بومبيو سبقه إعلان باتريك شانهون القائم بأعمال وزير الدفاع عبر تويتر بأنه وفق على إرسال حملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط وأن ذلك يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر ردا على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني ودع شانهن النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات محملا إياه مسؤولية أي هجوم على قوات أو مصالح أمريكية البنتاجون من ناحيته لم يكشف عن طبيعة التهديدات التي أعلن عنها يوم الأحد مستشار الأمن القومي جون بولتون إلا أن مسؤولا رفيعا في البنتاجون قال إن تسريع إبحار حملة الطائرات لينكون إلى مياه الخليج مصدره معلومات مقلقة تتعلق بإيران المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون منطقة الخليج والشرق الأوسط رابيكا ريباريتش قالت للحرة إن أبحار مجموعة حملة الطائرات يو اس اس لينكون الهجومية كان مقررا من فترة طويلة إلى مياه الخليج ومنطقة القيادة الوسطى وأضافت أن إعلان مستشار الأمن القومي جون بولتون ما سأل أحد عن توجه الحاملة قريبا إلى المنطقة سرعا في إبحارها وللمزيد بشأن هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسلنا جو تابت جو هل ممكن أن تضعنا في هذا القرار هل كان هناك من تنصيق هل فعلا كلام بولتون كما قالت المتحدثة باسم البنتاجون لك في هذه المقابلة بأن هذه تصريعات سرعت في إبحار حملة الطائرات من الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية صارت تتوفر لديها معلومات ومعطيات استخباراتية وأمنية بأن نظام طهران والحرس الثوري التابع له ومجموعات إرهابية أخرى أكانت في سوريا أو في العراق أو ربما في مياه الخليج العربي تحضر لهجمات تستهدف مصالح أمريكية وأيضا قوات أمريكية وبناء على هذه المعطيات وعلى هذه المعلومات طلبت القيادة الوسطى الأمريكية ومقرها الشرق الأوسط طلبت من البنتاجون بناء على هذه المعلومات وأيضا بناء على تهديدات إيرانية سابقة بغلق مضيق هورموس طلبت بتسريع إبحار وصول مجموعة حاملة الطائرات يو أس أس لينكن إلى مياه الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية جو وفقا لمصادر في البنتاجون فأن هذه الخطوة إنما هي لتعبر ولتعكس القوة الردع العسكرية الأمريكية في مواجهة تهديدات إيران نعم جو تابت شكرا جزيلا على هذه المعلومات حدثنا مباشرة من واشنطن إذن بدورها ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن قرار نشر حاملة الطائرات سببه تحذيرات استخباراتية من خطط إيرانية لشن هجمات وشيكة تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من بينها شن هجمات في سوريا والعراق واستهداف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج بطائرات مسيرة إضافة إلى ضربات منصقة في مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن عبر جماعات موالية لإيران نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن قرار نشر حاملة الطائرات جاء ليكون رادعا ضد هجمات محتملة سنناقش هذا الموضوع من واشنطن معنا جوال روبن رئيس مجموعة واشنطن الاستراتيجية أستاذ روبن قرار إذن نشر حاملات الطائرات جاء ليكون رادعا ضد هجمات محتملة وفق معلومات استخباراتية هل هذا الموضوع مرتبط بسياسة الولايات المتحدة منها العقوبات وغيرها ضد إيران أم منفصل برأيك ليس من الواضح ما هي التهديدات التي وصفها مستشار الأمن القومي لم يكن محددا في تصنيفه للتهديدات ولكن لدينا نحن قوات في المنطقة يمكن أن ترد مباشرة وفورا ويبدو أن هناك تكرار هنا ما يحدث الآن بين أمريكا وإيران هو صراع بشأن العقوبات وهذه هدفها الضغط على إيران كي تغير من سلوكها في الشرق الأوسط وبرنامجها النووي والأمور تتدهور أكثر كل يوم وهناك توتر أكبر وضغوط أكبر على النظام لكن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها واشنطن حاملة الطائرات هذه إلى الخليج لماذا هذه الأهمية لهذا الموضوع هل بسبب التوتر المتزايد حاليا بين الولايات المتحدة وإيران أم هناك سبب آخر ليس من الواضح لماذا المستشار بولتون أثار كل هذه الضوضاء بشأن حاملة الطائرات هناك شكوك هنا أن الولايات المتحدة تحاول تخويف أو ترهيب النظام الإيراني وخلق نوع من الأزمة أنا غير متأكد أن هذا صحيح ولكن الولايات المتحدة تحاول زيادة الضغط في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستكون هناك ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية مع إيران وهناك شائعات أن إيران قد تقدم على شيء إذن أمريكا تصاعد الضغط وتظهر القوة العسكرية وتحاول طمأنة الحلفاء في المنطقة ولكن نشر القوات بدون وجود تهديد يمكن أن يكون له تداعيات والمواجهة العسكرية مع إيران ليست في مصلحة أحد The Wall Street Journal نشرت خبرا قالت بأن إعادة نشر حاملة الطائرات سببه معلومات استخباراتية تفيد بأن هناك خطط إيرانية لشان هجمات وشيكة تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كيف تنظر إلى هذه المعلومات الاستخباراتية؟ هل أصرد البنتاجون أن ينشر هذه المعلومات؟ أم هذه تخمينات صحافية برأيك؟ كانت هناك تقارير ذكرت في أكسيوس أيضا أن هناك معلومات استخباراتية مررها نتنياهو للمستشار بولتون بالشأن تهديدات محددة أدت إلى مثل هذا الرد والافتقار للوضوح وفكرة أن إيران يمكن أن تهاجم الولايات المتحدة عسكرياً هذه فكرة بعيدة لا تبدو واقعية وأمريكا لا تتخذ خطوات ضد الولايات المتحدة لقد اتخذت خطوات في المنطقة وفي اليمن وكان يجب التعامل مع ولكن مواجهة أمريكا مباشرة هذا غير معقول وإذا حدث مثل هذا فإن الحاملة كان يمكن أن ترسل قبل هذا الوقت بكثير لكن لماذا ممكن أن نستبعد فرضية أو هذه المعلومات الاستخباراتية بأن إيران ممكن أن تهاجم الولايات المتحدة يعني العقبات الأمريكية أدت إلى تدهوى الاتصاد أثرت على العملة حتى ضاعفت نسبة التضخم فلماذا ممكن إلى أي مدى برأيك ممكن أن تكون هذه المعلومات الاستخباراتية أو أي هجوم إيراني هو رد الفعل الوحيد الذي يبقى أمام إيران لو إيران اتخذت خطوات عسكرية ضد الولايات المتحدة فإنها ستجد نفسها في موقف صعب وخطير ليس من ناحية الرد العسكر الأمريكي ولكن الدول التي تقف إلى جانب إيران خاصة بريطانيا وفرنسا بشأن الصفقة النووية يمكن أن تتخذ أو تقف إلى جانب أمريكا فكرة أن تقوم إيران بمهاجمة القوات الأمريكية هذه فكرة بعيدة لا يمكن أن يقدم عليها النظام الذي يقوم بمخاطر وحسابات دقيقة ومحسوبة هناك افتقار للدقة في تحديد التهديد إذا كانت هناك تهديدات فيجب أن نعرف هل هي تهديدات آنية أم استراتيجية وأعتقد أن التهديدات هي استراتيجية جول روبين رئيس مجموعة واشنطن استراتيجية شكرا جزيلا على هذه المداخلة شكرا حاملات الطائرات يو اس اس أبرام لينكن هي واحدة من أطخم حاملات الطائرات في العالم وتعتبر أحد رموز القوى الأمريكية دخلت الخدمة عام تسعة وثمانين والمدة التشغيلية لها هي خمسون عاما أي أنها مستمرة في الخدمة حتى عام الفين وتسعة وثلاثين هي تقوم بدور مركز قيادة القوات الجوية البحرية في المحيط الأطلسي ووصلت تكلفة بنائها إلى أربعمائة مليارات وسبعمائة مليون دولار تعمل الحاملة بمحركين نوويين وأربع محركات مخارية وتصل سرعتها إلى ثلاثين عقدة بحرية أو ستة وخمسين كيلومترا في الساعة طولها يصل إلى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مترا وتبلغ مساحة سطح الطيران ثمانية عشر ألف متر مربع وتحمل على متنها أكثر من تسعين مقاتلة ومروحية وستة ألاف بحار وهي مسلحة بثلاث قذفات صواريخ وأربعة مدافع قبل مهمتها الحالية في الخليج كانت شاركت حاملة الطائرات لينكن في حرب أفغانستان عام 2001 ثم حرب العراق عام 2003 وقبل ذلك في عاصفة الصحراء عام 1991 والصومال عام 1993 كما شاركت أيضا عام 1991 في عملية إجلاء في الفلبين بعد ثوران البركان هناك وأخلت عشرين ألف عسكريين وعائلاتهم في أكبر عملية إجلاء في وقت السلم ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية أن إيران ستستأنف جزءا من برنامجها النووي كرد على استئناف الولايات المتحدة أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي نقلت الوكالة عن مصادر رسمية أن طهران ورغم ذلك لا تخطط للانسحاب من الاتفاقية وأن الرئيس حسن روحاني سيعلن عن القرار في ثامن من مايو المقبل أو الحالي أي بعد سنة بالضبط من إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها من الاتفاق وبعد الفاصل المشاهدين تتابعون تأثير البشرية على الطبيعة والتغير المناخي يعددان مليون نوع نبتي وحيواني بالانقراض مشاهدين نرحب بكم من جديد من العاصمة وفي جزئها الأول كنا مع تصعيد واشنطن من لهجة الوعيد ضد النظام الإيراني والذي تمثل بقرار إرسال حاملة طائرات إلى مياه الخليج وبعد قليل نفتح ملف التأثير البشري على الطبيعة وكيف تحول إلى تهديد بيكون سبباً لانقراض مليون فصيلة من النباتات والحيوانات ولاحقاً سنرى المحام الشخصي السابق لرئيس ترامب مايكل كوين يسلم نفسه بنفسه يبدأ فترة سجن ثلاثة أعوام بعد إدانته بانتهاك القانون الانتخابي والتهرب الضريبي انقراض الكائنات هي أزمة خفية تهدد تنوع الحيوي وترسم شكل الحياة على كوكبنا ففي تقرير رصد أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة حضر علماء من أن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وأثر تغير المناخ يعددان عدداً لم يسبق له مثيل من المتوقع يصل انقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات خلال العقود المقبلة باتت أزمة التغير المناخي تشكل تهديداً أكثر من أي وقت مضى عنوان لدراسة شارك في إعدادها 145 خبيراً من 50 دولة وعرضت تقريراً مهماً عن أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة أكدت فيه أن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وأثر تغير المناخ يهددان بانقراض مليون نوع نباتي وحيواني لن يكون من الممكن بدء إجراءات حماية البيئة واستخدام الطبيعة بشكل مستدام إلا إذا كانت المجتمعات مستعدة لمواجهة المصالح الراصخة التي تبقي على الوضع القائم التقرير يبلغنا كذلك بأن الوقت لم يفت لإحداث تغيير لكن فقط إذا بدأنا الآن إجراءات جدية على كل المستويات وخلص التقرير الذي أقرته 130 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى أن تحولاً واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم من الانهيار الخبراء أكدوا أن الدراسة هي حجر الزاوية لكيان بحثي جديد يشير إلى أن العالم ربما يحتاج إلى اتباع شكل اقتصادي جديد لما بعد النمو لتجنب المخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون وتدمير الموائل الطبيعية وخلص التقرير الذي صدر بعنوان التقييم العالمي إلى أن ما يصل إلى مليون من بين نحو ثمانية مليون نوع من النباتات والحشرات والحيوانات مهدد بالانقراض وقد ينقرد الكثير منها في غضون عقود وأظهر التقرير أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة الوقود الإحفورية يفاقم الخسارة القائمون على الدراسة تركوا فسحة أمل لأحداث تغيير لحماية الكوكب من الكوارث التي رصدها التقرير شرط تثافر الجهود المحلية والدولية ولنناقش هذا الموضوع من واشنطن معنا المتخصص وكبير المحللين في معهد التطور الأمريكي سنتر فور امريكين بروغرس راين ريتشارد أستاذ ريتشارد لماذا تصبح الحياة على كوكبنا الآن أقل تنوعا؟ هل فعلا؟ الإجابة هي بسيطة وهم البشر؟ بسوء الحظ نعم هذا هو الحال التقرير الذي أطلق أو نشر اليوم هو وثيقة أساسية تعبر عن الاتجاهات الحياة على كوكب الأرض وحول العالم والصورة قاتمة العلماء من جميع أنحاء العالم أشاروا في الدراسة إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي نواجهها اليوم هي النمو في الاقتصاد والتوسع في المجتمعات إلى المناطق الطبيعية الأراضي الزراعية وأشكال أخرى من التطور الإنساني جعل الأمور صعبة بالنسبة للحياة كي تستمر بمعنى الكائنات الحية وهناك ثغارات في شبكة الحياة هذه هكذا تشير الدراسة وقد رأينا معدلات الإنقراض أكثر من أي وقت مضى كما أشار التقرير هناك مليون من الأنواع مهددة بالإنقراض في المستقبل ما يفعله هذا هو طرح تساؤلات بشأن ما نفعله من ناحية الترشيد وإدارة الموارد الطبيعية أنا لم أفهم صراحة هذا التقرير الذي اعتمد على الاقتصاد العالمي والنظام المالي على أنهما القادران على إنقاذ الحياة البيئية اسمح لي هل ممكن أن تفسر لنا كيف يمكن الاعتماد على هذين النظامين بعيدا عن البشر مباشرة هذا سؤال جيد ما أعتقد أن التقرير يوضحه هو أن الوضع القائم لا يمكن ولا يجب أن يستمر وهو لا يعني بالضرورة أن التطور والنمو الإنساني يتناقض مع الحياة التقرير يوضح بالتفصيل بالنسبة لقطاعات اقتصادية كيف يمكن أن نكون أكثر ذكاء بشأن استعمال الأرض تطوير الموارد الاهتمام بالطبيعة مصائد الأسماك مثلا في المحيطات الغابات الأراضي إلى آخرين وذلك من أجل إحداث توازن بين احتياجاتنا واحتياجات الأنظمة البيئية الموجودة في الكوكب أستاذ ريشيرد سأعطيك مثلا في بعض التقرير التي قالت بأن تربية المواشي هي تصدر ثاني أكسيد الكربون أكثر من السيارات مثلا كيف ممكن أن نطلب من الناس وقف تربية المواشي وبالتالي وقف أكل اللحوم لأن ذلك هو من ضمن تربية المواشي من ضمن الاقتصاد العالمي والنظام المالي هذا صحيح جدا وبدون التطرق إلى الكثير من التفاصيل من التقرير ذاته أنا أستطيع أن أقول لك من خلفية أنا أن هناك طرق كي نكون أكثر إبداعا واستدامة في مجال الزراعة وأن نقلل من الإنبعاث الكربوني الناجم عن تربية المواشي مرة أخرى أن نكون أكثر ذكاء بالنسبة لإستعمال الأرض وعمل ذلك بطريقة أفضل للبشر والبيئة وأعتقد أن ملخص هذا التقرير يوضح ذلك وهذا شيء سنراه أكثر وأكثر في المستقبل عندما نحصل على تفصيلات أكثر في التقرير الأشمل الذي سينشر لاحقا هذا العام قرأنا في الأشهر الماضية حلزنات تختفي وتنقرد حتى دوبابا وإذا ممكن أن نقول بأن ديناصرات أيضا نختفى هذه الصورة التي يرسمها التاريخ الصورة القاتمة التي يرسمها التاريخ لنا بأننا عدد كبير من الحيوانات والكائنات اختفت في الستين ألف الماضية هل فعلا هذا هو المستقبل نفس الصورة القاتمة أم بمقدور أحد تغيير هذا الواقع أعتقد بالتأكيد هناك وقت كي نغير هذا المصار ولكن الوقت ينفذ بسرعة الآن نرى معدلات انقراض الأنواع أكبر من أي معدلات رأيناها في التاريخ نحن نقترب من معدلات فريدة من نوعها على هذا الكوكب ونعرف أيضا أننا ساهمنا في الكثير من الانقراض لهذه الأنواع هذه مسؤوليتنا ونحن السبب وراء هذا الانقراض أيضا نحن على بينا بالمشكلة ونستطيع أن نستثمر بشكل أذكى من أجل حل هذه المشكلة أنت ذكرت عن الحلزون والديناصور وانقراضهم ولكن هناك نقاط مضيئة هناك أنواع استعادت عافيتها كانت على وشك الانقراض ولكنها أكثر أمانا الآن إذن يمكن أن نفعل شيئا ولكن السؤال هل سنحشد الموارد للقيام بذلك أم لا خبير التنوع الحيوي من سنتر فور امريكين برغرس راين ريتشاردس شكرا جزيلا على هذه المقابلة عشية اجتماعا لمجلس الدول القطبية الثماني دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين وروسيا إلى احترام القانون وإلى تراجع عن سياسة العدوانية التوسعية التي يعتمدانها وفق تعبيره وأكد أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها في القطب الشمالي لكي ترد على ما وصفه بالتصرف العدواني تحتوي منطقة القطب الشمالي احتياطات هائلة من النفط والغاز والمعادن وثروة سمكية وهو سبب كاف لتحولها حسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى ساحة للمنافسة العالمية وأظهار القوة وأظهار القوة يأتي هذه المرة من الولايات المتحدة التي ستعزز تواجدها في القطب الشمالي ردا على التصرف العداء للصين وروسيا حسب تعبير بومبيو جاء الأعلان قبل انطلاق محادثات في فن عندها بين دول المنطقة القطبية الشمالية الثماني والصين ليست من ضمنها لديها صفة مراقب في المجلس القطبي فقط لا يوجد سوى دول قطبية وأخرى غير قطبية لا وجود لتصنيف ثالث والإدعاء بعكس ذلك لا يمنح الصين أي حقوق تسعى الصين إلى تحقيق الحضور أمني دائم لها في المنطقة القطبية عبر نشر غواصات لردع الهجمات النووية كما استثمرت 90 مليار دولار في بنى تحتية من كندا وحتى سيبيريا أما روسيا فدولة نعدو وأعلنت الشهر الماضي في منتدى القطب الشمالي في سان بيتسبورغ عن مشاريع توسعية موانئ جديدة ومرافق للبنية التحتية وتوسيع أسطول كاسحات الجليد وبدأت بفرض الأمن على طريقتها تطالب موسكو أن تطلب الدول الأخرى إذنها لعبور طريق البحر الشمالي وأيضا أن يتواجد ضباط روس على متن السفن الأجنبية وتهدد باستخدام القوات العسكرية لإغراق أي سفينة ترفض الخضوع لذلك ورغم أن السفن الأمريكية لا تهتم باستخدام هذا الطريق إذ أن عمقه صغير جدا لسير سفنها إلا أنها تعتبر السلوك عدوانيا وغير قانوني وأكد بومبيو أنه لتبقى هذه المنطقة سلمية يجب أن يسود فيها القانون بدأ مايك بومبيو مايكل كوين عفوا وهو المحامي السابق لرئيس دونالد ترامب مايكل كوين قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات إذ أودع سجن أوتفيل في نيويورك متواعدا بالكشف عن مزيد من الحقائق والأسرار بعد أن تحولت علاقته مع ترامب إلى كابوس قلب حياته رأسا على عقب بعد اعترافات مدوية وجلسات استماع أمام الكونغرس أثارت اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة دخل مايكل كوين المحامي الشخص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السجن أمل عندما يلتأم شملي بعائلتي وأصدقائي أن يكون بلدنا قد تحرر من العنصرية والظلم والأكاذيب التي تقبع على قمته ما زال هناك الكثير الذي سيقال وأصب إلى اليوم الذي سأشاطركم فيه الحقيقة كوين الذي لم يكن يخفي إعجابه بترامب حتى أنه قال في إحدى المرات إنه مستعد لتلقي رصاصة بدلا من الرئيس أودع سجن أوتسفيل الفيدرالي الذي يقع على مسافة 70 ميلا إلى الشمال الغربي من مدينة نيويورك سيقضي كوين حكما بالسجن ثلاث سنوات بعدما أقر بأنه دفع أموالا سرا خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية لإقناع امرأتين بالسكوت عن علاقات جنسية أقامتها مع الرئيس ترامب وهو ما يعد انتهاكا للقانون الانتخابي كما أقر كوين بالتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس كوين الأب لشاب وشابة في العشرينات من عمرهما يأمل حتى آخر لحظة بأن يتم تخفيف الحكم الصادر بحقه مكافأة على مقدمه من معلومات للمحققين من شأنها أن تفضح ترامب وعائلته بعضها متعلق بالتحقيق في علاقات حملته بروسيا لكن بالرغم من ذكر المدعي الخاص روبرت مولر لكوين أكثر من مائة مرة في تقريره بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية فإن النيابة لم تدخل أي تعديل على الحكم الصادر على كوين وسيصبح كوين الإبن لأحد اليهود الناجين من محرقة النازي ثانية مساعد مقرب من الرئيس يزجن لمدة طويلة بعد بول مانافورت مدير فريق حملة ترامب الانتخابية السابق الذي حكم عليه بالسجن لسبع سنوات ونصف كوين عمل لدى منظمة ترامب لأكثر من عقد ويصر على أن جميع السلوكيات السيئة التي وقعت كانت بإعاز من الرئيس الذي أشار إلى أنه مستعد للتشبث بالسلطة حتى ولو فشل مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020 وفي مقابلة أجرتها مع مجلة The New Yorker تسأل كوين كيف يتم الحكم علي وحدي وقال لاني ديفيز محام كوين إنه كان ينبغي سجن نجل الرئيس الأكبر دونالد ترامب جونيور لأنه هو من وقع على الشيكين لإسكات السيدتين سجن كوين بالنسبة لرئيس الأمريكي وحلفائه يشفي غليلهم منه بعدما انقلب على رئيسه الذي وصفه بالجير ذي الضعيف المستعد لاختراع أي أكاذيب لتجنب السجن كوين قد يكشف عن المزيد في كتاب قال لأعضاء الكونغرس إنه ينوي تأليفه وقد يسمح وقته في السجن بذلك أعلن الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي أنهم سيتخذون إجراء قضائيا ضد وزير العدل ويليام بار بحلول يوم الأربعاء وقال الديمقراطيون أن هذا الإجراء يأتي بسبب عرقلة بار لصلاحيات التحقيق لدى الكونغرس إثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل بشأن قضية تدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية وكتب الديمقراطيون في رسالة أن الكونغرس هو المؤسسة الوحيدة التي بمقدورها مساءلة الرئيس بشأن مسؤولياته تستدعي هذه الصلاحية بشكل عاجل أن تقدم الوزارة أي وزارة العدل هذه الوطائق وندد الجمهوريون من جانبهم بمبادرة وصفوها بأنها غير منطقية وذات نوايا سيئة ذلك أن الوزارة لا تزال وفقا لهم تنظروا بهذا الطلب هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقع الحرة الحرة.com ومنصات مواقع التواصل الأخرى التابعة للحرة إذن كانت هذه أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة نلقاكم على رأس الساعة المقبلة مع نشرة الحرة الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة